يا الكاميرا كده وشكرا؟ إن هي تحصل على مقعد دائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد منافسة كبيرة جدا حصلت بينها وبين نبيا المنافسة كانت شكلها إيه؟ إزاي حصلنا على المقعد؟ إزاي ممكن نستفيد من المقعد؟ إزاي ممكن فعلا يكون عندنا طاقة نووية نقدر نستفيد بيها زي ما في بلاد كتير جدا استفادت بيها ولكن إحنا للأسف كنا متأخرين جدا في تفعيل هذا المشروع إذا تم تفعيله يعني إن شاء الله معاكم ومعانا النهاردة دكتور إبراهيم العسيري مستشار فني للبرنامج النووي المصري بوزارة الكهرباء والطاقة وكبير مفاتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح الخير دكتور؟ صباح خير نوارني فاندم وفي البداية يهمنا نعرف شكل المنافسة اللي كانت حصلة ما بين مصر وما بين ليبيا وفكرة إنه المؤتمر الدولي للطاقة النووية يحصل ونقدر نحصل على مقعد في الالتاقة النووية لمصر ده تم إزاي؟ وهي إليت حريك تشرحه بالتفصيل وببساطة للجمهور لا أولا بس أنا عايزة أقول ده حاجة تفضل مش عايزين نكبر عملية المنافسة بيننا بالليبيا الليبيا برضو دولة عربية وصديقة وأي واحد فينا ياخد أزل مقعد فورده مكسب للدولة العربية عامة جميل لكن مش عايزة أصورها على أنها معركة شرسة أو مسابقة لا لأن أولا مجلس المحافظين ده فيه 35 عضو منهم عشر أعضاء دولي بيعين ليسوا بالانتخاب بالتعين ودي من الدول اللي هي بتقدر تعمل يعني لها صدق في التكنولوجيا النووية على مستوى العالم في إنتاج المفاعلات وفي إنتاج المواد النووية والتصدير وكلام ده وبقية 35 عضو دولي بالانتخاب والانتخاب ده انتخاب دوري لمدة سنتين بسي مرأة فتم الانتخاب في مجلس المحافظين وانتخبوا مصر ومصر لاستها الدول العربية الوحيدة في مجلس المحافظين كمان للعلم بغد النظر سواء ليبيا أو غير ليبيا النقطة أن مجلس المحافظين بيبعنده سلطة قبول أي دولة بتقدر تقدر بالعضوية إنه يبالها وما يبالهاش وبعد كده يعرض موافقته على المنطمة العامة لبناء عقد كل سنة بيراقب الميزانية بتاعة الوكالة دول الطاقة الزرية وأوجه الصرف بتاعتها يتخذ خرارات ضد أي دولة قد لا تلتزم بالاتجاه السلم للطاقة النووية ويرفع التقارير لمجلس الأمن لاتخاذ العقوبات اللازمة بيصدق على بعض النشرات والكتابات اللي بتزيرها للوكالة في المجال النووي ليه مجالات كتيرة جيدة مجلس حظينة يعني التأثير بتاعه الفعال فإدماء مصر لهذا المجال أنا شخصيا بيعتابل ليه صفاتين أساسيين أول حاجة منهم إنه هو بيعكس مدى مصدقية مصر في الاستخدام السلم للطاقة النووية ومدى الشاففية بتاعتها وإلا ما كنتش تقبل في مجلس محافظين لذا ما فروض مجلس بياخد قرارات وليه سلطات فلازم الدول اللي هي في كلها مصدقية عالمية من جهة الاتحزابة فقد الدولية والنقطة الثانية هزا أقولك بقى إنه بمصر بيلاقي أكثر فعالية في التعامل مع قرارات الوكالة الدولية تأخذ ليه الاستخدام السلمي تحديدا للطاقة النووية دكتور يعني إحنا معروف إنه مصر طبعا هدفها في الحصول على هذا المقعد هو الاستخدام السلمي وإذا تعرضنا لأي هجوم نقدر نحن نرد ده في حالة إذا حصل أي هجوم أو حروب والاستخدام السلمي هو المبدأ الرئيسي إزاي بيتم هذا الاستخدام ومدة استخدامنا للمقعد ده هل هي فعلا سنتين ولا على حسب استخدامنا مثلا فبيتم إما استمرار المدة إما بيتم قطعها يعني لا وسنتين بيعاد الانتخاب بيعاد الانتخاب يعني قد تتخب مرة أخرى لا سوريا كمان عف كده أما نقول لأستخدام السلمي الطاقة نورسة دي الطاقة النووية بعض الناس قد يعتقدوا إنها مجرد انفجارات أو حيات نوية أو مفاعلات نوية الطاقة النوية بتستخد فكرة كتير جدا في الطب وفي الزراعة وفي الصناعة وحتى المفاعلات النوية بتستخد في التأج الكهرباء بتستخد في تحليط المياه فالاستخدامات الطاقة النوية متشاوحة كتير جدا ومصر لها السبق في هذا الموضوع من الخمسينات يعني عندنا مفاعلات المحاسة الفانشاس وعندنا إنتاج النظار المشاعة والنظار المشاعة دي بتستخد في مجالات كتيرة جدا في مصر وبتصدر هل مصرح لكل البلاد إن هي تستخدم الطاقة النووية دكتور؟ ولا هناك شروط معينة مثلا لازم تكون متوفرة علشان البلد دي تقدر تستخدم الطاقة النووية أي دولة في العالم من حققها إنها تستخدم الطاقة النووية بشرط إنها تستخدمها استخدام سلمي ولضمان إنها تستخدمها استخدام سلمي لازم تكون موقعة على اتفاقية بيسموها اتفاقية تحصم تشارل أسلاحة النووية هذه الاتفاقية مصر كامل لعلمك كانت من أوائل دول العالم اللي هي مؤسسة لهذه الاتفاقية الاتفاقية دي أول ما ترحت بالزبط ده حصل وقت رئيس الرحل جمال عبد الناصر بالزبط وبعد كده الهند لما كنا إحنا والهند مزبوط وبعد كده الهند وبعد كده الهند بقى هي اشتغلت وطبعا تطورت جدا في علم الطاقة النووية ولكن إحنا لم يتم تفعيل هذا المشروع عندنا كانت إيه سبب دكتور؟ يعني ليه ما حصلش غالصة إن إحنا كنا متكلمين أو يعني ابتدينا إن إحنا فعلا نطلب إن إحنا يكون عندنا مقعد ويكون في مشروع الطاقة النووية من فترات طويلة جدا والله عايزة الكلام بصراحة يعني 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 بصراحة يعني بصراحة أولا المشروع بتاعي إن ما مصر بفيها محطة نوو لتوضي كربا ده ابتدى إزا ما بتقولي كان مع الهند ومع دول كتير في العالم الفرق إن الدول ديت أما بتاخد قرار بتاخده على مستوى استراتيجي يعني بتحط الخطة بتاعتها لخمسين سنة قدام عايزة تعمليه أنا شفت أول مؤتمر تعمل العلم النووية على مستوى العالم مصر كانت مشاركة فيه والهند كانت مشاركة فيه إحنا الاتنين كنا مشاركين في أول مؤتمر العلم النووية وقت ما كنت هايزة الدول على مستوى العالم تعدى على إيد يا دوبك قلي من عشر دول في العالم أي الهند أنا أذكر كويس جدا أنا ما كنتش بابت في المؤتمر اللي قد تهت بس البحث موجود الهند كانت حطت خطة على مدى خمسين أو ستين سنة هتعمل إيه في أول مرحلة هتعمل إيه في المرحلة الثانية هتعمل في أول مرحلة الثالثة اللي بيها تصل إلى الاكتفاء الزات الكامل من محطات النووية الهند ماشت على هذه الخطة على مدى ستين سنة دولي شو المؤتمر دا كان سنة في الخمسينات خمسة خمسين ستة وخمسين المؤتمر دولي وماشت عليها بالكامل إحنا بقى عملنا مفعل أبحاث اتنين مجوات حراري مفعل روسي وقلنا عنعمل محطة نووية وده كان في السيطنات وكانت عمل فورج العرب كانت محطة مئة وخمسين مجوات وكان عيب أملحق بيها مفعل أبحاث أربعين مجوات وكان عيب أملحق بيها مصنع وقود كمان وبعد كده وقف هذا المشروع مش هنتعرض لأسباب دلوقتي بس وقف وقفو رجعوا تاني وقت السبعينات كان نيكسون كان رئيس الولايات المتاحة الأمريكية في الوقت دلوقتي وكان في زيارة المصر وكان وقت السادات واتفقوا على برضو إقامة مفاعل نوعي برضو التوليد الكهرباء في السبعينات وكانت عملت المقاوصات وكانت بين الشركات الأمريكية والمفاعل دا كان حيب بيها 600 مجوات أكبر من التاني وكانت عتعمل في سيدي كرير وبرضو وقف جينا في التمانينات وانا اشتركت في هذا المشروع في التمانينات على الساس بره عتعمل محط تعاملت المواصفات وطرحت المواصفات وطلقينا عطاءات وحللنا العطاءات واخترنا الشركة اللي هتنفذ وبعد كده طلع قرار بوقف في هذا المشروع برضو ليه أسباب مجهولة لا مش أسباب مجهولة لا لغوط سياسية خارجية تحججوا بمفاعل الشرنبيل رغم شوها السبب لأن أوكرانيا نفسها اللي حصل فيها مفاعل الشرنبيل هي اللي حصل فيها الحادثة عندها دلقتي 15 محطة نوية أوكرانيا اللي هي تعدادها 50 مليون قال لي مننا عندها 15 محطة نوية واحنا تلكأنا قلنا لقيت شرنبيل وخايفين على ساعة الناس وبتاعه وكلام ده طب ده اللي مخافوش ده كان مهم حجة هي دجود خارجية إن احنا ما نخش في هذا المجال فوقف المشروع حاليا نحن في المحاولة الرابعة أنا بعترا محاولة الرابعة والمحاولة الرابعة دي بعترا المحاولة الرابعة والأخيرة لو لم ينفذ المشروع هذه المرة مش هيتنفذ بعد كده نتفذ الموضوع بعد كده وحتبق كارسة هل فيه احتمالات إن المشروع لم ينفذ والله ده يتوقف على متاخذ القرار يتوقف على متاخذي القرار حاليا مؤسفات المحطة النوية المطلوب طرحها جاهزة محطة تعرف بيستنعي يقوله ترحوها نترحف نفس الاسبوع ونبتدي ناخد عطاءات ونبتدي في خطاءات دلوقتي طلع القرار قالك المشروع يؤجل لحين انتهاء الاتخابات الرئاسية طب وإيه علاقة المشروع أو الملف النووي أو ملف الطاقة النووية بالانتخابات يا الله انا موسوط من كلماتك دي انا مش عارف فيه العلاقة يعني لو الناس محتاجين ميا هنقول لقى ما نعملش محطة تكرير مياه لغاية الرئاسة محتاجين طاقة نون محشرة لا نخيجل الطاقة لغاية الرئاسة انا مش هادر عرف لغاية دلوقتي تأخير هذا المشروع هنقولك معلومة كل طلعة شهر بيخصننا 100 مليون دولار بسبب التأجيل بس من فهن السعر الوقود هنعملين نستغلك في البترول والغاز اللي عندنا ده غير اللي بنستورده هنعملين نستغلي فيه لو تعالوا محطة نوعد هتوفر كل ده هل تم تقديم المشاريع دي دكتور يعني هل تم تقديم المشاريع للحكومة الانتقالية مثلا الموجودة حاليا طبعا حكومة دكتور عصام شارع أو إلى المجلس الأعلى في مجلس اس ومجلس في مجلس اس ومجلس الأعلى للطاقة برياسة رئيس الوزراء وهذا المجلس الأعلى للطاقة ترعى للمشروع وكل شيء واخد القرار يؤجل لغاية اتخابة الرئاسة ليه أنا نفسي مش عارف قد يكون وزير الكرابيز علماني يقولي الكلام ده لكن يقول الحقيقة أنا الغادلات مش عارف ايه علاقة دي بدي ملوش اي علاقة اطلقها بالعكس أنا كل شهر تأخير بيخسرني بيخسرني وبخير كده وبس المصداقية الدول اللي ممكن تقدملي أما تلاجد فيه تأيجيل كده ممكن ودي المرة الرابعة وغير كده السعر المحطة نفسه بيزيد تساعد أسعار ده شيء طبيعي طبعا الوقود نفسه نقولي 200 مليون دولار خسارة كل شهر بسبب فرق الوقود دلوقتي الله أعلم فرق السعر حياتي ما كان بعد كده الكوادر اللي موجودة في مصر أي واحد موجود يقول لا ده ممكن مش بشي في المضابة جداي ممكن يطفش ميروح الإمارات الروح ده والعربية يروحوا ربا يعني أنا كنت عايز أعرف كمان إيه هي البلاد العربية اللي بتملك ملف نهوي يمكن إحنا ما عندناش معلومات قوية عن الوقت أصلي مش فكرة يعني لازم نفرق بين ملف نهوي كمفاعلات أبحاث وبين ملف نهوي كمفاعلات لتوليد الكهرباء كمفاعلات أبحاث ليبيا فيها مفاعل أبحاث الجزائر فيها مفاعل أبحاث سوريا فيها مفاعل أبحاث الأردن بتعمل برضو مفاعل أبحاث دول كتيرة فيها مفاعلة أبحاث لكن كمفاعل لإنتاج الكهرباء أو لتلاحات الميا لا يوجد أي دولة في الشرخ الأوسط عندها محطات لتوليد الكهرباء محطات نوية لتوليد الكهرباء باستثناء إيران لسه بشغالها المحطة بتاعتها الشهر الماضي وإيه أخبار الملف الإيراني النووي دكتور؟ لا ملف أنا عندي مبدأ شخصي بإيه الموضوع إن أنا بقول إن أي دولة في العالم من حقها إنها تمتلك التوكولوجيا النوية وإلى جانب ذلك من حق الوكالة الدولة اللي بتاخذ ذرينا تفتش على هذه التوكولوجيا النوية كتتأكد إنها بتستعملها استعمال سلم بس لكن أنا ما أقدرش أمنع دولة من حقها والدولة دي مش من حقها تمنع الوكالة إنها تمارس حقها ده المفهوم مفهوم إحنا بنتمنى طبعا تفعيل المشروع خاصة بعد ما عرفنا من حضرتك إنه في خسارة كتيرة جدا وهيكون كمان في نفس الوقت في فايدة كبيرة جدا في المجالات كتير جدا إذا تم تفعيل هذا المشروع إن شاء الله يتم تفعيله نتمنى ذلك يعني إن شاء الله يتم تفعيله دكتور ودكتور إبراهيم العسيري مستشار فني للبرنامج النووي المصري بوزارة الكهرباء والطاقة وكبير مفتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكر حالتك على وبدك معنا النهار ده نهار حضرتك سعيد فان شكرا بنا مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل بقي فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا